ليست سياسات الرجل الخارجية وحدها هي محل النقد المحلي والدولي بل وسياساته الداخلية أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يفلح باستحصال تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية عام 2016 أعلن حالة الطوارئ في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء الجدار دون موافقة الكونغرس أجواء الأخذ والجذب دفعت معارضين لسياسات ترامب من منظمات المجتمع المدني للقيام بمحاولة لجم الرجل من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض تنديداً بإعلانه حالة الطوارئ في البلاد معتبرين إعلانه هذا تجاهلاً للكونغرس وسوء استخدام للسلطات وإضراراً بالمهاجرين وبالديمقراطية الأمريكية مشيرين إلى ضرورة تحديد صلاحيات ترامب بل إن كثيراً من رفاق ترامب في حزبه الجمهوري لم يذهبوا بعيداً عن اتهام الديمقراطيين لترامب بإساءة استخدام السلطة كل هذا يجري في وقت قدمت 16 ولاية أمريكية دعوة قضائية إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تطعن بدستورية إعلان حالة الطوارئ لبناء جدار على الحدود مع المكسيك مؤكدة أن ترامب أغرق البلاد في أزمة دستورية واتهمته بخرق الدستور من خلال تحديد الإجراءات التشريعية ومنح الكونغرس القرارة في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة إضافة إلى اتهامها وزارة الأمن الداخلي بخرق قانون حماية البيئة لعدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو ميكسيكو وبذلك فإن عدم نجاح ترامب ببناء الجدار لا يلغي شخصية الكاوبوي التي يشتهي أن يتصف بها وسواء أن نجح ترامب في بنائه أم لم ينجح فإنه يبقى وجها من وجوه عن جهية الحكم الأمريكية التي لن تخفيها أقنعة الديمقراطية وحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر